ممكن نفكر مع بعض بصوت عالي وحدة وحدة كده وهو لو صح تعبير العالم الحر امتى كان ينادي بالحرية بجده امتى كان داعم للحرية وداعم للانسانية يعني امتى انا بقولك الكلام ده على خلفية مناقشة كانت النهاردة ما بيني وما بين والدتي ربنا يديها الصح فبنتكلم وبنتناقش ونتبادل وجهات النظر الى انه هو ليه العالم بيصمت عن كل ده ويقف وكأنه عاجز بالرغم انه هو عنده كل الاوراق الممكنة للضغط على الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربية وانا كان عندي وجهة نظر ان انا كنت دا بقولها لموة فقلت لها لانه احنا للأسف اعتدنا كعرب ان احنا نقيم الامور بالاماني ونحكم عليها بالعواطف يعني ايه؟ يعني اللي بنتمنى هو ان العالم يقف وقفة واحدة لاجل نصرة فلسطين ولاجل نصرة هذا الشعب ولاجل وقف هذه الابادة ولاجل وقف التمجير القصري ولاجل حل الدولتين لاجل حماية الانسانية حماية القيم دي الامنية وبيبقى واحنا بنتمنى دا احنا بنتعامل معاها بعاطفة عاطفة مخلصة ما اختلفناش بس هي مجرد امنية وهي فقط عاطفة الواقع بيقول ايه؟ انه هذا العالم الذي طالما وصف نفسه بالعالم الحر ابدا لم يكن داعما للحرية بل طول عمره عالم محتل ومستعمر ومتعنت وجزار نفس هذا العالم الابيض هو اللي راح امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية ودبح السكان الاصليين عشان خاطر يعيش هناك يعني الرجل الابيض ترك القارة اللي فيها الرجل الابيض عشان يروح قارة اخرى فيها ناس تانية خالص وعرق تاني خالص مش بس يعيش معهم في حالة من حالات السلام لا راح يقتلهم عشان ينهى بصروات هذه الارض ثم يعلن عليها دولة او دولتين او تلاتة او يقسمها كيفما شاء ده العالم الابيض العالم الابيض الحر ده هو اللي نزل فيه نهايات القرن التسعتاشر وفي القرن وفي اواء القرن العشرين ايام ليوبولد التاني علشان يدبح الكونجوليين فيصل عدد الكونجوليين اللي اتدبحوا بامر ليوبولد لما يصل في بعض التقديرات ما بين مليون لتنين مليون مثلا هو هو نفس العالم الابيض حتى لو افترضنا انه ما بعض الحربين العالمية الاولى والتانية ووضعت الكثير من المواصيق واتفاقية جنيف الاولى والتانية والتالتة والربعة هو هو انا بكلمك على ما بعد الحربين مش هكلمك بقى في عصور الاستعمار الكولونيالي المتوحش اللي كان بيحصل في القرن التمنتاشر وقرن التسعتاشر ولا أنا بكلمك على منتصف القرن العشرين هو هو اللي شاف الامريكان بيعملوا كده وبيعملوا كده في أفغانستان وعملوا كده في العراق وعملوا كده في الصومال ما هو شاف كده وشاف العديد من دول أوروبا وهي بتنزل تدبح في الشعوب الإفريقية أو تحتلها أو تمتص ثروتها وتسحق شعوبها حتى ماضن قريب جدا جدا السؤال هو إحنا ليه عندنا ظن أن هذا العالم العالم اللي بيدعي الحرية ويدعي الإنسانية أنه ليس مدعيا وأنه بتحكم القيم العليا والقيم الكبرى وقيم الإنسانية هو لا تحكم القيم الإنسانية ثم إحنا منتظرين إيه من عالم هو اللي بدع خلق أسس هذا الكيان الوظيفي في المنطقة بصوا جماعة وجود وأظننا ده مش غايب على حد كلنا عارفين ده وجود هذا الكيان في المنطقة هي دولة وظيفية بامتياز هي توجدت لأجل وظيفة اوعت سد أي ادعاء أن هذه الدولة جت علشان نصرت إلا هذه الشعوب اللي مفترض أنه هم يهود الأرض حتى يجتمعوا جميعا في هذه الأرض اللي هم بيعتقدوا أنها أرض المعاد واللي هم بيعتقدوا أنه هم شعب الله المختار وأنه الناس دي طالما اتظلمت فهم عايزين ننصرهم بقى وما إلى ذلك تنصرهم بأنك أنت تطبع الحياة دي النصر الحقيقي تطبع الحياة ما بين المسلم واليهودي والمسيحي والزردشتي وأي حد اللي هو مش موضوعي دي أنتك إيه؟ أنا موضوعي أن أنت مواطن كامل المواطنة عليك كل الوجبات ولك الحق في كل الحقوق اللي هي حق المواطنة بس في أي حتة في العالم لكن أنشئ دولة بمسمى ديني وطائفي ولها وظيفة طب هي وظيفتها إيه؟ أقولك بمنتهى البساطة الوظيفة إيه؟ الوظيفة إنها تبقى دولة طول الوقت بتخلق سراعات في المنطقة وبالتالي تسمح بوجود قوة الشمال أو قوة الغرد من ممثلة في الأوروبيين وفي الأمريكان إن هم يجوا هذه المنطقة ويستمروا في امتصاص سراواتها ده بمنتهى البساطة أو إنه تبدأ هذه الدولة في ضرب أسافين ما بين دول الجوار اللي موجودة اللي هي مجتمعنا العربي وهذه الدولة جات عليه دولة دخيلة فتبدأ تحصل تباينات في العلاقات وفي المواقف يعني أنا عايز أذكرك بوحنا بنعمل اتفاق السلام في تنسعة وسبعين وحصلت المقاطعة العربية فحصلت خناء خناء أنت متصور خناء تؤدي إلى محاولة عزل مصر عن المجتمع العربي وسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة ونقله إلى تونس يعني تخيل إنه وقتها الأشقاء بسبب هذه الدولة باللي عملته وبموقفنا احنا اللي مش ندمنين عليه بالمناسبة يعني وبموقفنا احنا وهقولك مش ندمنين ليه بعدين يعني ليه هنقاش أنت مع التطبيع أنا مش مع التطبيع بس تاني هو في النهاية خالص المواقف دائما هي بنت ظروفها لكن بسبب الموقف ده إيه اللي حصل اللي حصل بمنتهى البساطة إنه عنينا من المقاطعة العربية لحد 88 يعني ضربة اسفين ما بين العرب وما بين شقيقتهم الكبرى أو أم العرب مصر ده الوضع هتيجي تشوف على سبيل مثال الوضع الحالي ده وإحنا بنتكلم على اتفاق المعابر بتاع نوفمبر 2005 موقع عليه من قبل أربع أطراف مصر الكيان فلسطين لا السلطة بناء على اتفاق أصله 1993 والاتحاد الأوروبي عمل إيه الاتحاد الأوروبي طلع بيان عجيب غريب كأنه والعدم سواء اتحاد الأوروبي بيوناشد يعني وهقره لكم بعد شوي مصر بل قبل مصر يعني قبل مقولك على طبعا وحضراتكم طبعا عارفين البيان الجديد بتاعنا لكن لما تيجي تشوف حتى أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وهو بيقولك احنا هنبدأ نغير قد قد كمان تغير الولايات المتحدة الأمريكية من سياساتها تجاه إسرائيل في حال قامت باجتياح رفح يعني بعد خراب مالطة هو بعد اشتعال المنطقة وربنا وحده عالم لو الإسرائيليين فعلا حاولوا ينفذوا خطوات للاجتياح المنطقة هتبقى عاملة إزاي انت بعد خراب مالطة هتبدأ تغير في سياساتك مع إسرائيل طب ما تغير في سياساتك من دلوقتي للحيلولة دون محاولة إسرائيل اتخاذ خطوات فعلية للاجتياح عشان كده أنا برجع بقولك بتبدأ تلف الأمور وتتحرك ويمكن لازم تشوف الوضع قدامك زي ما هو متشاف على الشاشة ويمكن كنت لسه قد عمال بتفرج فحتى قلت له يا جماعة في مشهد لازم نشوف ولازم نصغره للمشاهدين جحافل الفلسطينيين وهم يتحركون لأنهم يتم إجلاؤهم من المدينة ويتم إجلاؤهم من البيوت ومن المنازل جحافل بتتحرك ناس بدأت تنصب الخيام على شط البحر لما تيجي المنظمات الدولية وتقولك إنه لا يوجد مكان واحد على الأراضي الفلسطينية من الممكن أن يستوعب أو يحمي ستمائة ألف طفل غزاوي من القتل والموت فيطلع بعين الاتحاد الأوروبي بالطريقة اللطين في الحبوبة الجميلة دي ويطلع كلام بلينكين بأنه أصلا ما يحصل اللي كتير هنبقى نغير سياساتنا تتحرك الأمور وفي الآخر خالص تعد تلف وكأنها عقارب ساعة وتتوقف فقط أمام مصر تدور عقارب الساعة لساعات وأيام وأسابيع وشهور وعندما تتوقف العقارب فتتوقف فقط عند مصر مصر هي اللي تحركت من يوم 7 أكتوبر وهي اللي تحركت قدام العالم كله وكأنها القديس إثناسيوس ودي الحقيقة تقف وحدها أمام العالم وغيرت وجهات نظر العالم على الأقل استطعنا أن احنا نصل إلى تصريحات علنية بتقول احنا ضد التهجير القصري على الأقل وصلنا لتصريحات علنية من الأوروبيين وأمريكان يقولوا احنا محل الدولتين احنا محل الدولتين